أكد رئيس الوزراء الهندين عريندرا مودي أن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضواً دائماً في مجموعة العشرين وفي كلمته خلال افتتاح فعليات قمة المجموعة في نيو ديلهي قال مودي أن العالم بات يعاني من أزمة ثقة في ظل كثرة الصراعات والتحديات مؤكداً الحاجة إلى توجه عالمي جديد مع ضرورة وضع حلول ميموسة لمختلف التحديات في خطوة تسهم في تعزيز وصول أصوات الدول الإفريقية على الساحة الدولية جاءت موافقة مجموعة العشرين على منح الاتحاد الإفريقي وضع العضوية الدائمة خطوة تمنح الاتحاد الإفريقي المؤلف من خمسة وخمسين عضواً والمصنف حالياً على أنه منظمة دولية مدعوة خطوة تمنح الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي خطوة تعزز وجهة النظر الإفريقية خصوصاً في قضايا حيوية مثل تغير المناخ والديون وقضايا الغذاء والطاقة والتنمية المستدامة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الإفريقي على رأس أولوياته وكانت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أيضاً ممن أيدوا عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع الذي عقد في اليابان منتصف مايو الماضي وفي أول مايو خلال زيارة لمقر الاتحاد الإفريقي في إثوبيا دعم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول الاتحاد الإفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين بهدف منحه نفوذاً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وقال شولتس إن إفريقيا يجب أن تلعب دوراً دولياً أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد ويعتزم زعماء أوروبيون عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش قمة العشرين حيث سيتضمن الاجتماع الأوروبي الإفريقي الذي يطلق عليه اسم القمة المصغرة يتضمن مناقشة عواقب الأزمة الأوكرانية إضافة إلى مناقشة جهود إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة ومشروعات البنية التحتية في إفريقيا بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل الإفريقي